اوه عزيزي انا متحمسة اظن انني اعرف ما هي تعلم كم رغبت في الحقيبة اريدك ان تحصلي على كل ما تتمنينه مهلا ما هذه؟ كيت سبيد؟ لا يمكن ان يراني احد بها اخبرتك انني اريد حقيبة تالوي فيتون اعلم لكن يا بيلا وضع الحالي صعب قليلا انا اعيدك انه عندما يتحسن عملي ساشتري لك اي حقيبة تريدينها فقط ثق بي لا يهم فكرتك الغبية تلك لن تنجح على الاطلاق لن يراني احد وانا احمل حقيبة كهذه المهم انا جائعة هيا بنا حسنا ماذا تريدين ان تأكلي؟ انا ارغب في تناول شرائح اللحم والنبيذ او انا كنت افكر في الذهاب الى مكان اقل تكلفة كدانيز دانيز هل تمازحني؟ كيف ستصحب فتاة باناقتي لتناول العشاء فيه؟ هيا ارجوك ارجو ان يعمل المحرك تكرر الامر ماذا ستتخلص من هذه وتشتري سيارة اخرى؟ ثق بي يا بيلا عندما يزدهر عملي ساخذك الى اي مكان تريدينه كم مرة علي ان اقول لك ان فكرتك لن تنجح ابدا؟ ها ها نحن ذا لا اصدق ارجوك فقط ثق بي قليلا كف عن التصرف كالفاشلين اتمنى ان لا يراني احد في هذه السيارة هيي عزيزتي ما الذي يحدث هنا؟ لقد جئتي او لقد تمكنت من الحصول على الحقيبة حسنا لم تحضرها لي لذا توليت الامر بنفسي اه انا سعيد من اجلك المهم اه اجلسي اذا حبيبتي نحن معا منذ حوالي عام تقريبا وانا ممتن جدا لوجودك لا استطيع تخيل حياتي من دونك لذا يا بلا تتزوجينني؟ ما هذا الشيء؟ اتمزحني؟ هذه الماسة ليست من عيار قراطين حتى انها صغيرة جدا انا اعلم هذا واريد ان اعطيك افضل ما في العالم عزيزتي اعيدك انني بمجرد ان يزدهر عملي سوف اهديك الماسة التي تحلمين بها وقتها انظر دعنا نوضح الامور قليلا حسنا ان عملك لن يزدهر ابدا ولا انا لن اتزوجك لا يمكن لاحد ان يراني بهذا الخاتم الصغير اتعلم؟ كان ستيفان محقا لن تتغير ابدا ستيفان؟ من هو ستيفان؟ انه الشاب الذي اواعده هل كنت تعتقد انني سأنتظرك لتشتري لي ما ارغب فيه؟ لقد اشترى لي هذا انا لا افهم ذلك ارجوك ثقبي قليلا فقط لا لقد انتهينا انا اريد رجلا يلبي كل احتياجاتي بالتوفيق في عملك الذي لن يزدهر ابدا كان جون محطما ولم يصدق ان بيلا تركته نهائيا ذهبت بيلا الى استيفان واستمتعت بوقتها معه فقد التقت اخيرا برجل يمكنه ان يلبي احتياجاتها ويشتري لها الهدايا باهظة الثمن في هذه الاثناء تجاوز جون الانفصال ببطء وركز كثيرا على عمله وبعد فترة التقى جون بفتاة جديدة امنت به ولم تواعده من اجل المال اما بيلا فقد ذهبت لتزور استيفان في مكتبه واكتشفت انه يشتري هدايا باهظة ايضا لفتاة اخرى وحياتها بدأت تتدهور بينما جون تحسنت حياته فقد ازدهر عمله للغاية وفي احد الايام التقى بعضهما ببعض بعد بضع سنوات يا الهي جون اهلا بيلا مر وقت طويل واو انت تبدو رائعا اهذه من لوي فيتو؟ نعم لقد كنت اشتري هدية ظننت انك لا تحبين هذه او انها لصديقتي اذا اهذه سيارتك؟ نعم اشتريتها ليست جميلة؟ نعم اسمع انا افكر فيك كل يوم انا لا افهم الامر ام ماذا عن حبيبك؟ استفان الثري او لقد انفصلنا هو فقط المهم اتتذكر ذلك الخاتم؟ اظن لا منع منه انه جميل فعلا انا عزيزي فقط هيا يا فتادي هيا تبدين جميلة ساعرف بعضكما الى بعض يا بيلا هذه هي صديقتي روز كنا نتواعد منذ سنوات هيا سعدت بك لم لم اعلم ان لديك حبيبة جديدة او انا خطيبته اعرض علي الزواج اليس مذهلا لا داعي لشراء خاتم باهظ اريدك ان تحصل على كل ما تتمنينه حبيبتي او شكرا عزيزي هل انت مستعد؟ ام سنتأخر على موايد العشاج؟ صحيح ستفوتك شريحة اللحم والنبيذ ام سررت برؤيتك لا افهم الامر في ماذا هي افضل مني؟ لقد وثقت بي حقا فمثلا بينما كنت تغضبين مني لعدم قدرتي على شرائي حقائب باهظة لك كانت روز تغضب عندما اشتري لها اي تحقيبة فقد ارادت ان استثمر اموالي في العمل بدلا من ذلك وبينما كنت تنزعجين لعدم قدرتي على شراء عشاء فاخر كانت روز تنزعج اذا حاولت استحابها الى اي مكان كانت تطهولي الطعام في المنزل لاركز على عملي وحين تركتني لانني لم اشتري لك الماسة الكبيرة ساندتني روز وانتظرت بصبر حتى اصدهر عملي للغاية وتمكنت من شراء الخاطم الذي تستحقه لذا كما ترين وثقت بي بينما كنت مفلسا لذا اريد ان اعوضها وداعني بلا انه حقا منزلا جميلا مونيكا لكنه خارج امكاناتي حسنا لا مشكلة ابدا استمتعي بالحلوة فهي السبب الوحيد لمجيئك الى هنا كونها مجنية مرحبا او انت ماذا؟ هكذا ترحبين بخطيبك الذي احضر الغداء؟ احضرت لي وجبة سريعة؟ نعم ذهبت للمؤتمر التكنولوجي وجلبتها في طريقي ذهبت للمؤتمر لانك لا تملك عملا؟ وووو ليس بالضرورة ساجد شخصا يمويل تطبيقي المؤتمرات رائعة للتواصل اجل والمؤتمرات رائعة لإضاعة الوقت ماذا هناك؟ الكثير هذا البيت عبارة عن كارثة حقيقية كل ما حصلت عليه هو أناس مدينون لا يستطيعون شراءه هل سنخرج للعشاء الليلة؟ أريد أن أجرب مطعم جيوفاني لأنني سمعت الكثير عنه ولكن ما رأيكي؟ لو ذهبنا الليلة إلى مطعم دهارلة لديهم طعام لذيذ ولديهم حسم في الثلاثاء من كل أسبوع اسمعي حسنا جيوفاني من المستحيل الحصل على طاولة فيه ومكلف جدا أيضا ولكن بمجرد البدء بتطبيقي كوني واثقة سأصطحبك إلى أي مكان تريدينه أنت تقول ذلك منذ سنوات وبكل صراحة لا أريد أن أسمعه الآن عزيزتي علي متابعة عملي على أحدنا جني المال وخذ هذا الطعام معك فرائحته تزعجني وفي المرة القادمة أحضر لي وجبة جيدة حسنا سأراك الليلة مرحبا مرحبا أهلا بك أنت مونيكا؟ أجل أعلم أنك جذابة من صورتك لكنك أجمل على الواقع أو شكرا كلامك لطيف جدا بالمناسبة أنا فرانك فرانك جونز سررت بلقائك يا فرانك أو تصرف على راحتك وتفقد المكان لا حاجة لدي العديد من العقارات في هذا الحي وأود أن أضيف هذا إلى ممتلكاتي حقا إذن هل تريد تقديم عرض؟ نعم كامل السعر الذي طلبته ونقدا بالطبع أو رائع بشرط واحد ما هو؟ أن تقبل دعوتي على العشاء أنا الطبع للحديث عن الأعمال فأنا أرغب في شراء المزيد من العقارات وأحتاج إلى وكيلة مثلك يمكننا كسب الكثير من المال معا حسنا الأمر يبدو مشاوقا إذن ما الذي تريدينه؟ في البداية لماذا نأكل هنا الآن؟ عزيزتي أتحتاجون المزيد من الوقت أو؟ لا لا داعي أنا سوف أطلب ذيل الكركاند وكأس من المشروب أيضا احتيار ممتاز لأخذ العلم لا يتم تضمين المأكلات البحرية والشمبانيا في حزم الثلاثاء أسعرها ثابتة لماذا لا تطلبين الرباي؟ هذا طلبي شريحة لحم بنصف السعر لا أريد ذلك أريد ذيل الكركاند أو لا داعي للشرب حسنا لا تكترثي حسنا في هذه الحالة أنا أريد سلطة سيزر فقط الحجم الصغير وليس الحجم الكبير والماء شكرا لك ذيل الكركاند كأنه باهض قليلا صحيح أو لا تقلق اهدأ أنا سوف أدفع لا تقلق أبدا أتذكر اليوم ذاك الرجل الذي جاء وأنت تغادر؟ حسنا تبين أنه تاجر كبير ومستعد لدفع كامل ثمن المنزل بدون أي أقصات واو هذا رائع حقا فهنينة أتعلمين شيئا؟ بدى وكأنه يسعى إلى شيء ما كأنه كان يحاول مغزلتك لا توقف لا شيء ممكن مما ذكرته كما أنه لا يهم المهم هو كمية المال التي سيقوم بدفعها كما أنني سأتمكن من استبدالي خاتمي ما رأيك؟ تستبدليه؟ كان لجدتي بالضبط؟ بالضبط ولهذا يجب استبداله قريبا سأتمكن من البدء في استبدالي كل شيء في البداية الخاتم والسيارة وشقتنا الرديئة ماذا؟ ما المشكلة في شقتنا؟ حسنا لا بأس لكن دعينا نأخذ الأمر ببطء لا نريد أن نتسرع بالمناسبة أود إعلامك صارت الأمور بشكل جيد استفدت من حضوري للمؤتمر أنا طابلت إثنين من المستثمرين الذين أوه مهلا إنه فرانك جونز لا تقول أي شيء آه ها هي تلك العيون الجميلة وجدت منزلا أود شراءة وأريد أن تكون وكيلتي ما رأيك أن نجتمع غدا للحديث عن ذلك؟ نعم حسنا يبدو هذا رائعا جدا جيد إنه موعد إذن سنلتقي حيث رأيتك اليوم حسنا أراك قريبا إلى اللقاء هل سمعت هذا؟ سأجني ثروة مع هذا الرجل وكأني ربحت جائزة كبرى قال لك موعد لماذا لم تصححي له الكلمة؟ حقا رايين هذا ما يهمك في الأمر؟ لما عليك أن تخرب اللحظات الرائعة؟ أنا سعد من أجلك هذه هي الحقيقة لكن أريد أن أشعر بالراحة أيضا إذن هو يريد شراء منزل آخر بعدما قال إنه سيشتري المنزل الأول وقبل إنهاء عقده ألا يبدو أن هناك شيئا غريبا؟ لا لا أطلاقا هذه طريقة الأثرياء بالاستثمار هل تشعر بالغيرة؟ تشعر بالغيرة لأنني وجدت فرصتي الذهبية أليس كذلك؟ لا يمكن أن أغار منك مونيكا نحن فريق واحد يسعدني أن أراك ناجحة في عملك ما أقوله هو ليس كل ما يلمع سيكون ذهبا مونيكا فقط كوني حذرة أتساءل ما هو عيار الذهب الذي سأشتريه؟ نخبنا ونخب أولي عمل بيننا شكرا جزيلا أرى أنك سوف تشرف على الشرب لا تقلقي نحن نحتفل من المفترض أن نحتفل بالحياة أتمنى أن يفكر الجميع مثلك من ناحية أخرى خطيبي أتعلم؟ لا يهمني نخبك أخبرني عن المنزل الجديد الذي تحدثت عنه آه أجل إنه مدرج بسعر مليون ومئتي ألف وأرى أن نقدم عرضا بمليون فقط ونرى ماذا سيقولون ماذا تعتقدين؟ أعتقد أنهم سيكونون حمقى إذا لم يقبلوا لا سيما بالنظر إلى أنك ستدفع نقدا وتنهي الأمر سريعا سأحتاج إلى إظهار إثبات بوجود المال طبعا أو نعم بالطبع سأعطيه لك قريبا ما رأيك أن نخرج لتناول العشاء وللاحتفال؟ ما زال الوقت مبكرا للاحتفال لننتظر حتى إنهاء أحدى صفقاتنا بالطبع هذا مفهوم أعتقد أن جيوفاني يمكن أن ينتظر عذرا هل قلت جيوفاني؟ نعم أتوق لتناول الطعام هناك لكن من الصعب الحصول على طاولة هو كذلك لمعظم الناس لكن ليس لي سأتصل بهم وأخبرهم أنني قادم هل تعرف المالك؟ عزيزتي يمكنني أن أمنحك أي شيء تريدينه بإشارة من إصبعك أي شيء تريدينه سيكون لك أرى أننا معا سنشكل ثنائيا رائعا وسنكسب الكثير من المال سويا ما رأيك بهذا يا صاحبة العيون الجميلة؟ هذا يبدو حقا ماذا يحدث هنا؟ راين ما الذي تفعله هنا؟ أحضرت لك الغداء لكن يبدو أنك مشهولة لذا سأذهب لا، انتظر أنا آسفة سأعود حالا راين لا تقول لي أن هذه الوجبة كانت لكي راين انتظر طريقة الأثرياء في الاستثمار هل يضع الرجال أيديهم على وجه المرأة المخطوبة؟ كنت أعلم أن هناك شيئا غريبا أريدك أريدك أن توقف كل الاتصالات معه على الفور لا أستطيع فعل ذلك هل تدرك فعلا كم من المال سوف أكسب؟ لا أستطيع الاستمرار في العيش مفلسة لقد تعبت من ركوب سيارتك السيئة وارتداء هذا الخاتم القديم وليس لديك المال لتجربة كل الأشياء الجميلة في الحياة ولا يبدو أنك ستوفر هذه الأشياء لي في المستقبل في الحياة هناك ما هو أفضل من المال مثل ماذا؟ أنا آسفة فعلا وأرجوك لا تتدخل مجددا في عملي ولن أتوقف عن مقابلته إما هو أو أنا من ستختارين؟ لا يمكنني اتخاذ هذا القرار لقد اخترت أتمنى لك حياة سعيدة لقد أردت فقط أن أعطيك هذا لا يبدو أنه يستحق العنا كسر قلب راين لكن مونيكا من ناحية أخرى مستعدة لبدء حياتها الجديدة حياة الأثرياء تستمر في قضاء الوقت مع فرانك وهي متحمسة بشأن كل الأموال التي ستجنيها حيث يواصل تقديم المزيد من العروض على المنازل ولكن سرعان ما اكتشفت أن فرانك لا يملك المال لشراء أي من المنازل التي يتقدم لشرائها كان يكذب ليبهر مونيكا كي تكون معه وما زاد الطين بله أن مونيكا أدركت أنها ليست الشخص الوحيد الذي يلعب معه هذه اللعبة كان يفعل هذا مع الكثير من النساء الأخريات في جميع أنحاء المدينة أيضا بعد عدة أشهر كانت المفاجأة الكبيرة أهلا بك في جيوفاني هل لديك حاجز؟ أم لا أتيت لأرى أن كنتم بحاجة لموظفين ليس لدي أي خبرة في المطاعم مالكا؟ لكني رايان مرحبا مرحبا ماذا تفعل هنا؟ أنهيت عشائي أتيت لتأكلي إذا كان كذلك فالكافيار رائع جربيه حسنا شكرا يجب أن أعترف أنا مندهشة من رؤيتك كما تعلم متفاجئة سيارة البورشة الخاصة بك جاهزة أوه شكرا جزيلا سأتي حالا هل اشتريت سيارة جديدة؟ مهلا هل ربحت جائزة أو شيء كهذا؟ لا حسنا نوعا ما أعلم أنك لم تؤمن بتطبيقي حصلت على التمويل من مستثمرين التقيت بهم في المؤتمر وبدأ الأمر من حينها واو هذا غير معقول لم يكن لدي أي شك وكنت أعلم أنك ستنجح على أي حال كنت أفكر مؤخرا ربما أنا وأنت علينا المحاولة مجرد ماذا عن فرانك؟ فرانك جونز رجل كثري فلنقول أنك كنت على حق ليس كل ما يلمع سيكون ذهبا رايان أتمنى لو أنني استمعت إليك حينها اسمه ليس فرانك جونز في الحقيقة ماذا؟ هذه قصة طويلة لكن الجزء المهم هو أنني أفتقدك هل سيارة جاهزة عزيزي؟ نعم إنها كذلك مستعدة للذهب؟ نعم الفتيات ترغبنا في موعدتك الآن؟ المعذرة يا سمين هذه هي دعني أخمن بالتأكيد إنها مونيكا لقد سمعت كل شيء عنك وليكن بعلمك كنت مع راي قبل أن يحصل على أي شيء أجل هذا الصحيح بدأنا قبل أسابيع من حصولي على التمويل وحتى الآن لا تحب أن أنفق المال أخبرته أنه لا بأس بالوجبات السريعة بدلا من إنفاق ألاف الدولارات هنا حاولت أن أشتري خاتم خطوبة من الألماس وأقنعتني أن لا أفعل لأنني سعيدة بخاتم جدته الجميل هذا الصحيح المعذرة لقد تلقيت بريدا من مديرنا وليس لدينا أي وظائف شغيرة متاحة أوه أنت حسنا حسنا من الجيد رؤيتك يا مونيكا حظا صعيدا في البحث عن عمل شكرا أنت جاهزة نعم ستة عشر دولارا للساعة بالطبع لا ستة عشر في الساعة ليس بهذا السوق هل أبدو وكأنني فتاة يمكنها دعم حياتها بالحد الأدنى للأجور أعني إننا عايشوا في شقة صغيرة مساحتها أربعمائة قدم مربع وليس لديك سيارة هذا صحيح ولهذا السبب أحتاج لي كسب المزيد من المال حتى لا أعيش هكذا بعد الآن مساء الخير هل تريدون أن تبدأ بشيء تشربونا؟ الشمبانيا ربما سأخذ كأس من الشمبانيا أوه ممتاز هل ترغبين في مويت؟ فورب؟ روزة؟ أم الخيار الأول آه على الفور ستحصلين على طلبك إنه 25 دولار للزجاجة 25 دولار لأجل بعض السواء التي فقط سأتبولها لدينا شمبانيا عادية بأربعة دولارات للزجاجة ممتاز سوف أأخذ ذلك ماء الماء جيد شكرا لك آمل أن لا تفسدي فستانك وكأنه هي هم كلفني هذا 7 دولارات علي حال مقسم التخلص في فور ريفر 21 زجاجة الموت يا إلهي لا أصدق أنك طلبت واحد أخرى من يهتم إنها 150 دولار؟ يا إلهي أنت على حق 150 دولار؟ أتمنى لو كان لدي نقودك هذه؟ وهل رأيت حقائبهم؟ أنظري زوج أمي غني وهو من أتعس الناس الذي أعرفهم يقولون دائما المزيد من المال المزيد من المشاكل حسن أناس أقول نخب جل بالمشاكل مرحبا أجل أنا بني منصب مساعد تنفيذي إذن حسنا هذا يعتمد على سيدة ريتشفيلد سوف أتراكي بعد دقيقة شكرا لك أهلا ماذا تقصد بأن الدرجة الأولى ممتلئة بالكامل؟ لا أنا لن أسافر بدرجة الأعمال هل أبدو مثل فلاحة أو شيء كهذا؟ إن هذا كابوس أنا سأذهب إلى نيويورك لإلقاء خطاب ودرجة الأعمال فقط هي المتوفرة؟ نعم هذا يبدو مروعا أنا بني أنا هنا لإجراء مقابلة وظيفة المساعد التنفيذي؟ لم نصافح منذ عام 2019 صحيح آسفة سأختصر عليك إذا كنت تريدين العمل لدي يجب أن تكوني متاحة على مدار الساعة طوال الأسبوع تذهبين أينما أذهب تفعلي ما أطلبه مهما كان ذلك أو ولا تشكي أبدا هل أنت موافقة؟ أو ويجب أن أضيف هذا المنصب يدفع مئة ألف دولار في السنة أنا متاحة لبدء اليوم إذا أحببتي سيدة ريتشفيل إيه؟ إنزع حذائك المتسخ عن الأريكة شيلبي إنه ليس متسخ نظفته اليوم أنا لا أهتم هذه الأريكة مهمة جدا إنها تكلف خمسة عشرين ألف دولاراً ولن تفسديها أقسم بأنك تهتمين بأثاثك المصمم أكثر مني لا أنا أقوم بتقدير الأثاث الفخم لأنني دفعت الثمن من أموالي التي كسبتهم نحن نعيد الكرة مرة أخرى أتعلمين أمي العالم لا يدور حول المال؟ أو حسن قولي ذلك لوالدك الذي حاول مقاداتي بسبب ذلك أو مرحباً أنا بني مساعدة والدتك الجديدة شيلبي أتعلمين لدي فضل لمعرفة كم ستبقين لديها سبعة مساعدين في أربعة أشهر هذا ليس صحيحاً ري لم يكن مساعداً كان سائقي آه خطأي ستة معذرة سيدتي أي حقيبة تريدين أخذها معك إلى نيويور؟ أنا سأشارك المسرح مع جودي سميث لا يمكنني ارتداء هذه الحقائب أمام هذه المغرورة سأخذ إحدى حقائب بيركين بالطبع أو أيضاً أصيبة غريغوري بالإنفلونزا هو لم يعد قادراً على الذهاب معك ماذا؟ من سيحمل حقائبي إذن؟ بح بني ماذا تفعلين لنهاية تسبوع؟ خلت أذهبي؟ إلى نيويورك؟ ستقيمين في فندق باركا بلازا إنه خمسة نجوم لقد تم الاهتمام بكل شيء معاملة خاصة جداً يا إلهي بالتأكيد سأذهب عظيم منتاز اذهب إلى المنزل واحصل على أغراضك سنغادر بعد ساعتين وسنعود يوم الأحد حسناً لأحد قلت أنك ستعودين السبت في أول تدريب رقص لي إنه تدريب شيلبي تتصرفين كما لو أنه شيء مهم عندما تفعلين شيئاً مثيراً للإعجاب سأكون هناك ماذا؟ علي أن أعمل أسلوب حياتنا لا يدفع ثمنه بنفسه؟ من قال أنني أريد أسلوب الحياة هذا؟ أنا أكرهكي أتمنى أن أعيش مع أبي أوه إذن تفضلين البقاء في موتيل ستة؟ آه حسناً أنا فقط سأذهب للمنزل وأحزم أمتعتي سأعود أوه انتظري أنا في حيرة هل حصلت على وظيفة وبدأت العمل في غضون ساعات؟ ما الذي أستطيع قوله؟ سيدة ريتشفيلد تتحرك بسرعة والآن أنا ذاهبة لنيويورك معه انتظري الآن؟ أه هذا سبب عودة المنزل الآن سأعود لأحد آه حسناً عيد ميلادي غداً أوه نعم تباً آه حسناً يمكن الاحتفال به يوم الأحد يا إلهي كان يجب أن تشاهد منزلها إنه بصراحة منزل أحلامي والطريقة التي تعيش بها هي رائعة لديها طاقم عمل يفعل كل شيء لها الحقائب المصممة مثل الحلوة أتتخيل؟ هل اكتشفت شيئاً عن حياتي هالشخصية؟ هل هي سعيدة؟ لديها ابنة شيلبي ليس لديهم أفضل علاقة أخبرتها حرفياً أنها تكرهها ومما قرأته على الإنترنت كان لها خلاف سيء مع زوجها زوجها السابق جورج هذه فوضى لكن على أي حال كان يجب أن تكون قد رأيت حقائبها أوه ما الذي كنت سأفعله حصول على مجموعة مثلها؟ انتظري انتظري هل هذا حقاً هو الشيء الوحيد الذي ستأخذه بعيداً؟ قلت أن ابنتها تكرهها نعم لكنك تفقد النقطة هي تكرهها من داخل قصر فخم وفضل أن أبكي في قصر بدلاً من أن أكون سعيدة في مكام مثل هذا ما هو بالضبط السيء جداً في حياتك؟ انظري نحن نعيش في هذا المكان الصغير اللطيف وأيضاً لديك شخص يحبك جداً من يهتم إذا كنت لا تمتلكين الحقائب الثمينة؟ السعادة ليست أن نمتلك كل ما نريد بل أن نقدر كل شيء لدينا سوف أتظاهر بأنك لم تقل هذا أبداً ها أنت ذا كأس مويت من الأمام؟ شكراً لك كنت أرغب بتجربتي هذا إيو إنه مروع فقط لأنه بهض الثمن لا يعني أنه جيد المضاق أو وقبل أن تهبط الطائرة علينا أن نبدل يجب أن أذهب مباشرة إلى خطابي بعد ذلك سوف نذهب إلى الفندق حسناً إذن ما الذي ستخاطبين بشأنه؟ كيف يعيد ذكاء الاصطناعي تشكيل الاصطناع القانونية سيكون هناك لكثير محام الآخرين يعدي يعدي لا يبدو أنك متحمسة جداً حيالة لا أنا متحمسة أنا لست متحمسة لغاية بشأن مشاركة المسرح مع جودي بابرا؟ جودي كيف حالك؟ يا له منزي لطيف سأكون أفضل إذا لم يكن شخص ما يذكر في مرحوط الدرجة الأولى إذا يجب علي الآن استخدام مرحوط الاقتصادية أنت لا تجلسين هنا صحيح؟ في الاقتصادية؟ قطعاً لا لن أسافر إذا كان هذا هو الحال بالكاد وافقت على الذهاب عندما اكتشفت أنني عالقة في درجة الأعمال بدلاً من الدرجة الأولى هل أنت في المقعد لا يتكي لمستوى 100%؟ أنا أعرف أوه أنا آسفة جداً أتمنى أن تجد طريقة الحصول على الرحة لا تكوني متعبة جداً بسبب خطاباً على المسرة؟ أو لا تقلقي أنا أكثر استعداداً مما تعرفين هذه بركين جديدة في الثلاثين؟ خاصة في الخمسة وعشرين أغلى بكثير لكن هم برأي أجمل من ذلك بكثير لا أستطيع تحملها إلغي الفسطان الأسود سنذهب مع مجموعة الذهب فهمت هذا هل أنتم مثل الأعداء؟ لا هي صديقة باستعادة الذكريات لقد عرفتها منذ الصف الخامس حسناً يبدو أنكم تكرهاني بعضكم البعض هذا صحيح لكن هل تعتبريها صديقة؟ انظري عندما تكوني غنيا لا يوجد شيء مثل صديق وفي أو عدو هناك فقط الاثنان معنا الجميع في منافسة سرية مع بعضهم البعض سوف تفهمي هذا اليوم لا أطيق الانتظار حتى ترى المفاجأة الصغيرة التي أعددتها على المسرح بصحتك؟ إذن الموضوع هو كيف يغير الذكاء الاصطناعي المشهد القانوني؟ لماذا لا نبدأ بالسيدة ريشفل؟ بالتأكيد يقدم الذكاء الاصطناعي فرصة غير مسبوقة لتعزيز البحث القانوني وتبسيط المهام الشاقة لكن دعونا لا ننسى أهمية الحكام والمهارات البشرية شيء مهم جداً بالطبع بارب لا أحد يستطيع أن ينكر قيمة البصيرة البشرية مع ذلك فإن قدرة ذكاء الاصطناعي للتطقيق في كميات هائلة من البيانات وتقديم رؤية قابلة للتنفيذ لا مثيلة لها الكفاءة هو الاسم الجديد للعبة الكفاءة بالفعل لكن دعونا لا نضحي بالضقة والشمول في السعي وراء السرعة صحيح؟ حسناً كما تعلمين مثل ما فعلت في قضية كلينتون حسناً لماذا؟ إنه مرحضة؟ ماذا فعلت بالضبط في قضية كلينتون؟ جودي 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 هيا الجميع هنا قد قرأوا عنها في نيويورك تايمز أنا فقط أقول لو كنت المحامي في القضية لن أخسر بأي حال خصوصاً الحكم المستعجل أو في حال كان أي شخص لم يقرأ المقال بعد لقد وضعت نسخة منه تحت مقاعد الجميع إذا استطعنا من فضلكم ثان بابرا هل تقترحين الآن أننا يجب أن نصدق كل ما نقرأه في الصحف؟ لأنه إذا لم أكن مخطئة كان في واشنطن بوست أن زوجك السابق وصفك بالوحش المهووس المريض والمتعطش للمال هذه هذه ببساطة ليست الحقيقة هناك جانبان لكل قصة نعم أنت محقة هناك جانبان لكل قصة والآن بعد أن سمعنا جانبك أعتقد أنهم العادل أن نسمع جانب جورج أيضاً أو جورج هل تمانع في تنويرنا؟ السيدات والسادة أنا أقف أمامكم لمشاركة الحقيقة المؤلمة عن انهيار زواجي زوجتي السابقة لديها هواجس عديدة في المال هو ما مزقنا كل جانب من جوانب علاقتنا طغط عليها دائماً رغبة لا تنتهي في الثروة المادية حاولت أن أخبرها أن السعادة الحقيقية تكمن في حب العلاقات ولا في الأرقام الموجودة أسفل البيان لكنها لم توافق حتى أن ابنتنا رفضت التحدث إليها لذلك إذا كان أي منكم يفكروا في التعامل معها فاعلم ذلك هي لا تهتموا بالناس إنها تهتموا في أرباحها فقط كان ذلك إضلالاً كاملا أنا لا أريد حتى نظر وجهي مرة أخرى من فضلك لا تتوتر من ذلك سيد ريتشفيلد إن الناس سوف ينسون ذلك قريباً لا لن ينسوا ليس في المجتمع القانوني سمعتك تتبعك أينما تذهبين إذا كنت لا تمانعي لماذا هو مستاء جداً؟ هل كان الانفصال بهذا السوء؟ لقد كان أباً يبقى في المنزل يهتم بشيلبي وكنت أنا المعيلة وعندما انفصلنا لقد فعلت كل ما في وسعي للتأكد من أنه لن يحصل على شيء هل هذا عدل؟ حسناً بغض النظر عن ما قاله لم يكن صحيحاً إنه صحيح هذا هو السبب في أنها تؤلم للغاية كل ما قاله كان صحيحاً أنا وجورج عندما التقينا لأول مرة في كلية الحقوق كل شيء كان رائعاً لم يكن لدينا الكثير لكن كان لدينا كل ما نحتاجه لكن بعد أن بدأت التدريب وكسب المال أنا بدأت أصبح مهوسة لدرجة أنني كنت أضع ابنتي العزيزة وزوجي في الخلف والآن الآن كلاهم آية كرهاني لا تشاري بالسوء بصراحة هناك الملايين من الناس يحبون أن يكون لديهم حياتك لديك شقة جميلة في وسط المدينة جيش من الناس تحت إشرافك وأمرك مجموعة حقائب يموت الناس من أجلها أنا متأكدة من أني سأفعل من يهتم لذلك؟ إن حقيبة لا طائل منها الحقائب اعتادت أن تعني كل شيء بالنسبة لي كانوا نمز الثروة والمكانة حيازة ثمينة أنني أعتباها للتودون أي تفكير لكن الآن هم ليسوا أكثر من إناء فارغ فقط تماما مثل ما أشعر به في قلبي كشخص امتلك كل شيء أستطيع أن أخبرك مباشرة أن تكوني ثرية أمر مبالغ به سأبادل كل شيء لأعود إلى حياتي القديمة أو حتى أن تعود فقط العلاقة مع ابنتي كما كانت حسنا ربما لم يفوت القوان بعد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد انتظري أعتقد أنك لن تعودي إلى الأحد حسنا هذا صحيح لكني تركت وظيفتي لم تكن حق المناسبة لي على أي حال انتظري أنا لا أفهم بدأت متحمسة جدا لقد كانوا يدفعون لك ستة ألقام نعم حسنا دعنا نقول فقط أنني أدركت أخيرا أنني لست بحاجة إلى منزل باهظة الثمن أو سيارة باهظة الثمن أو حتى حقائب مصممة أنا بصراحة أحب الحياة التي لدينا كما هي الآن لذا لا تفضلي البكاء في القصر لا كما قال لأحدهم ذات مرة السعادة ليست امتلاك كل الأشياء التي تريدها بل هي أن تقدر كل الأشياء التي لديك ولديك كل ما أحتاجه هنا إذن هل ستدفعش معتك أم لا؟ حسنا 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 ولكن إذا كنت ترغب في أن أحصل على حقي بتبركن هذا العام ماذا؟ أنا أمزح انفخ سعني يا واحدة مرحبا أجل أنا بني نعم أنا ما زلت أبحث عن فرص للعمل حسنا هذا يعتمد كم ساعة سأعمل فيها لأنه إذا كان أي شيء يزيد عن أربعين ساعة إذن لا أستطيع قبولها خمسة ستة سبعة ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة رجوع ستة سبعة ثمانية إلى الأمام اثنان ثلاثة رجوع خمسة ستة سبعة واحد اثنان ثلاثة خمسة ستة سبعة واحد اثنان ثلاثة هل أتيتي؟ وأعيدك من الآن فصاعداً سأبدأ في المنجي إلى هنا كثيراً اتفقنا؟ مرحباً لا، لا بأس فقط أعطيه نصف كل شيء بصراحة لم أعد أهتم بالمال أنا فقط أريد السلام وأن أكون سعيدة أنا واثقة من هذا أنا سأذهب الوضع بصت مجدداً هذا لأنك تغشو دائماً مثل والدك انظر على ماذا علمت ابننا مرحباً انتبه يا توت ماذا؟ عما نتحدث؟ نتحدث عن كيف علمت ابننا الغش أنت مزاجر أنك تخسرين دوماً سأجذب لعبة أخرى عزيزي هل كل شيء بخير؟ كنت هادئاً جداً مؤخراً حسناً أنا بخير أحتاج لمحادثتك حول أمر مهم حسناً ما الأمر؟ لا أعرف لا أعرف ماذا أقول ولكن اكتشفت لقد اكتشفت افتح الباب سأستخدم الحمار أجل حسناً مرحباً ماذا تفعلين هنا؟ جلبت الدليل الذي طلبته أنت مطابق مئة بالمئة أعرف أن هذا مرهق بالطبع أنه مرهق ليس لديك فكرة عما أمر به أبي أبي انظري عليك الذهاب زوجتي وابني في الداخل لا نحتاج إلى التحدث عن هذا حالاً هناك شيء أحتاجه لذا أنا لن أغادر لا أستطيع التحدث الآن لا أستطيع عليك الذهاب حسناً سألاقيك في المتجر بعد ساعة ويمكننا التحدث هناك حسناً من كان هذا؟ فتيات الكشافة كنت سأشتري البسكويت ولكنها نفدت منها للأسف دائماً تنفذ بسرعة بسرعة كبيرة أي يمكننا اللعب الآن؟ لسوء الحظ علي الذهاب إلى المركز التجاري لذا لا علي شراء شيء ما أريد الذهاب معك سمعت أنهم افتتحوا مجرال لولولا من جديد وسأتفقده لا لا أعني أنني سأحضر مفاجأة لك لذلك لا يمكنك القدوم عزيزتي للأسف أوه مفاجأة هذا يعجبني كثيراً على الأقل خذ بابي معك عليه الخروج من المنزل أجل أرجوك أبي أرجوك هيا 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 حسناً حسناً اجلب مع طفك وسوف أنتظرك في السيارة اتفقنا؟ أي شيء آخر؟ لا أنا سعيدة لأنني لن ألعب لعبة أخرى إنها مرهقة أنت تعلم كم أكره الغش أجل حسناً يا بني لما لا تذهب وتشتري لعبة فيديو وأنا أنتظرك لكن لما لن تأتي؟ لا عليك توقف عن السؤال واشتري أي لعبة فيديو هل أنت جاد؟ أجل استمتع حسناً جيد خذ وقتك لقد أتيت أجل صحيح لم يكن لدي خيار وأردت لقاء اليوم ماذا تفعل هنا؟ ظننتك ستأتينا لوحدك لم أجد أحداً ليبقى معها حسناً وعليك لقاؤها أيضاً مرحباً بلى هذا أنا تعد أنا صديق والدتك أمي أن يمكنني رؤية الألعاب؟ أجل بالطبع لكن لا يمكننا شراؤها لذعودي بسرعة حسناً علي إخبارها أخيراً حسناً اليوم ليس مناسباً ما زلت أحاول تقبل هذا الأمر ما الأمر؟ تريدين المال؟ ليس بالضبط أنا أحتاجك لأخذ بلى لبعض الوقت نحن نخسر شقتنا ولا يمكن أن تتشرد أتمازحينني؟ لا يمكنني أخذها أنت والدها يطار؟ لم يكن خياري أتظنني اخترت أن أكون أماً وحيدة؟ أو حدوثي هذا؟ هذه ليست الطريقة التي تخيلت بها حياتي ولكنها هنا ولا أتمنى تغيير ذلك أبداً أعلم أن هذا مؤسف وتريد أن ينتهي ولكن هل تريد لابنتك أن تتشرد؟ لا يجب أن يعاني الأطفال بعد اختيارات والديهم كم تكلفة الإيجار؟ 900 دولار ولا أريد المال منك أنما أريده إن كان بإمكانك أخذها لفترة لا أملك المال الكافي يمكنني أن أرسل لك الإيجارة لعدة أشهر ويمكنك الذهاب إلى البنك كل أثنين هذا لا ينفع الإخلاء يوم الأثنين سنتأخر كثيراً ماذا أفعل؟ كما قلت لك خذها وبهذا يمكنني لا يمكنني أن أكتب لك شيكاً لكن هذه مجرد بوليسة تأمين لذلك تأكد أنه يمكنني السداد ومهما حدث إياكي أن تصرف هذا حسناً سأكون هناك مع المال يوم الأثنين حسناً شكراً أشعر بسوء حيال قبولي هذا منك ولكن سأبذل المستطاعة من أجلها لأجل ابنة تينا ابنة من؟ ما أحاول قوله هو لدي أخت أخرى وهي من أم أخرى؟ أجل وهي غير الشقيقة واسمها بيلا انظر أعلم صعوبة استيعابي هذا وهل أمي تعرف؟ أحب شعرك هكذا سوف نتناول العشاء هذه الليلة انطلقي أمي أنا جائعة عزيزتي حسناً بالكاد لدينا المال لركوب الحافلة لذا انتظري حتى نعود إلى المنزل لكنني جائعة الآن حسناً حسناً تعالي مهلاً تعالي لنذهب ما أحاول قوله هو سأخبر وليدتك لكن ألا تقول لي دائماً أنه من السيء أن نخفي الأسرار عن بعضنا؟ أجل هذا صحيح ولكن لا أخفي الأسرار الآن أحتاج بعض الوقت حسناً إذن عدني أن لا تقول شيئاً عن بيلا أو جيدة أو أي شيء حدث من جيدة؟ أوليفيا أيها البطل غادر الغرفة إن جيدة لا تحاول الكذب علي لقد اتصل بي البنك فوراً امرأة دعا جيدة حاولت أن تصرف شيكاً بقيمة 1800 دولار قالت إنك أعطيتها إياه اليوم يا إلهي عزيزتي إن هذا غريب وليس كما تفكرين لقد سمعت تون المحادثة التي دارت مع بابي إذن لديك ابنة؟ ولم تخبرني أبداً عنها وتحاول أن تجعل ابننا يكذب حيال الأمر أيضاً؟ أنت سيء جداً أعلم أعلم كنت أحاول إخبارك صباح اليوم احتاجت المزيد من المعلومات لم أرد أذيتك لم ترد أن تؤذيني؟ بدلاً من ذلك تكذب علي وتتسلل من وراء ظهري وتقفي أكبر سر عني ألا تخجل من نفسك؟ كارون عليك أوليفيا أعطني فرصة للشرح لم يتبقى هناك ما يمكنك تبريره أخرج هل أنت جدة؟ أخرج دود أعطيني فرصة للشرح فقط اذهب إنها هي صحيح بالطبع إنها هي أنت مجرد رجل كذب أخرج الآن هاي أمي أريد المزيد من الحبوب لك ذلك ضعي قدر ما تريدين مرحباً تفضلي لابد أنك جيدة أنا زوجة طاد بيلا أيمكنك إنهاء طعامك في غرفتنا؟ حسناً شكراً تفضلي المعذرة تفضلي بالجلوس شكراً لبأس إنها أكبر مما توقعت أنا آسفة جداً على كل شيء إن هذا كثير إنه كثير أشعر بصدمة كبيرة وبالإحراج أنا متزوجة من شخص كان يخفي علي هذا لسنوات لسنوات؟ لسنوات أجل أعني لابد أنها بعمري الأحد عشر أو الثنى عشر غير معقول أنت محقة أحد عشر لكنه لم يكذب عليك دعيني أخبرك ما حدث حسناً منذ زمن طويل قابلت طاط في حفلة تحدثنا وكما سجمنا بسرعة وحينها جرت الأمور بسرعة كبيرة كبيرة جداً توعدنا لفترة لكن لم نتفقت لذلك انفصلنا وبعد عدة أشهر اكتشفت أنني حامل كنت سأتواصل مع تاد لكي أخبره لكنه لم يكن جزءاً من حياتي بعد الآن لذا قررت عدم فعل ذلك ولمدة طويلة ربيت ابنتي بمفردي فقط لم يكن سهلاً ولكنني استطعت ذلك وعندما أصبحت الأمور أصعب فقدت وظيفتي لم أستطع حتى شراء البقالة وتخلفت عن دفع كل الفواتير وصلت الأمور إلى حد كنت أفقد شهيتي كأم لا أمانع أن أعاني لكن فكرة أن تعيش ابنتي مشردة كانت صعبة جداً لذا قمت بآخر شيء أردت القيام به وطلبت المساعدة من تاد لذلك أترين لم أرد أن أتدخل في حياتكما أطلاقاً ثق بي لست هذا النوع من الأشخاص الذي يطلب المساعدة لكن هذا حدث منذ أيام فحسب طاد لم يعرف شيئاً إلا مؤخراً ماذا قال عندما أخبرته طلب إثباتاً أنها ابنته أولاً وأريته الإثبات البارحة ولا يريد أن يساعدني أخبرته أن الأطفال لا يجب أن يعانوا بسبب خيارات والديهم وعندها استسلم أمي أردت إخبارك حتى لو تردنا من منزلنا سنكون بخير ما دمنا نحن معاً عزيزتي لم يعد علينا المغادرة هذه السيدة اللطيفة وزوجها ساعدانا مرحباً مرحباً أيها البطل اسمعي شكراً لدعوتي إلى هنا أتفهم استيانك وأيضاً أنا أتفهم جيداً ما الذي ماذا يجري؟ لقد لقد دعوتهما بعد أن تردتك ذهبت لزيارتي جيدا وعلمت الحقيقة وكيف أنك عرفت عن بيلا توا وهذا ليس عذراً لعدم إخبالي مباشرة بعدما عرفت هذا الأمر أنت محقة أنت محقة أنا احتجت دليلاً وكنت أحاول البحث عن طريقة لكي أخبرك ولكن هذا ليس عذراً أنا آسف أعلم صعوبة استيعابي ما جرى لكن الأطفال لا يجب أن يعانوا بسبب خيارات والديهم لذا قررت أنني أريد أن تكون بلا جزءاً من حياتنا أحبك يا عزيزتي مرحباً بيلا سررت بلقائك أنا 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 والدك سررت بلقائك أيضاً أبي لسخرية القدر لطالما أردنا ابنه لذا أعدك أن أكون أفضل أب ما استطعت إنه أب جيد جداً عندما لا يخفي أي أسرار حسناً سنترككم وشأنكم لا نريد أن نضيع وقتكم مهلاً على الأقل ابقياها على العشاء أجل يمكننا اللعب أتعرفين كيف تلعبين المونوبولي؟ أجل أحب هذه اللعبة هل يمكننا البقاء يا أمي؟ أرجوك 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 بالطبع يمكننا البقاء أجل ولكن علي تحذيرك إنها تغش سمات ذلك واب بوبي يغش مثلها كذلك الأمر يا للخول حسناً أنتما بالتأكيد أخوة كيف سيستغرق كيف من الوقت؟ قلت إن كيفن سيكون هنا عند الساعة الخامسة أبي نادياه بأبي ولا تقلقاه سيصل قريباً لماذا دخل السجن مؤخرا؟ بتهمتي لاعتداء الشديد آه حسناً 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 من هؤلاء الشبان؟ أنا ليام هل أنت متأكد؟ ابني ليام كان طفلاً وأنت رجل بالغ من الرائع رؤيتك مجدداً بني لابد أنك راكيل كنت في الثالثة عندما رأيتك آخر مرة هيا عنقي والدك مرحباً جون مرحباً هذا زوجي جاف كيفن سعيد جداً بلقائك سمعت أشياء الرجال لا يتعنقون نعم بالتأكيد أنا أتدور وجوعاً هل هناك أي طعام؟ حسناً لا في الواقع أنا آسفة لم أتوقع أنه سوف يدخل لا بأس يبدو أنه رجل لطيف كيفن هناك بعض الشاي الساخن والفطور أيضاً هل دخلت و... حسناً هيا لندخل هيا وهذا هو الوشم الذي حصلت عليه في السجن ربتو سكابتبتبو العشاء جاهز معذرة لكن لم أرى يوماً رجلاً يقوم بعمل الإمرأة أقصد أنه يرتدي مريالة و... جيف رائع وهو طباخ ماهر يعمل كمستشار اجتماعي في المدرسة ويعلم اليوغا يقوم بالعديد من الأشياء ميلا يقوم بكل أعمال ربتي المنزل بينما تعيشون على راتبك من ممارسة المحامات إذن أنت أيضاً ليام ما هي هويتك؟ كرة القدم أم كرة السلة أو الملاكمة كأبيك؟ لا شيء من هذا كيفن أ... أبي شكراً لك أكمل أحب الرسم وأنا مشترك في فريق الرقص فريق الرقص؟ آه نعم ليام لديه شغف في الفنون أترى كل لوحات الزهور هذه؟ ليام رسمها لنا أليست جميلة؟ من الواضح أنني غبت كثيراً ظننت أن راكيل هي من ستهتم في الرسم والرقص وليس ليام لا أحب ألعب الفيديو ما الذي يحدث هنا؟ المرأة هي التي تعمل والرجل هو الذي يقوم بالأعمال المنزلية الفتى هو الذي يرقص والفتاة تلعب ألعب الفيديو كل شيء يسير بالعكس مرحباً نايت مرحباً راكيل آسفة أنا أتناول العشاء من هو نايت؟ أوه آم إنه صديقها صديق راكيل ما زلت صغيرة على أن يكون لديك صديق معذرةً؟ لقد سمعتني يمكنني أن أخمن أنه سيء ستتوقفين عن محادثته لا يمكنك أن تملي علي ما أفعل كثيراً أنا إهداء لا يمكنك أن تفرض عليه ما ما تريده لم ترهما منذ أن كانت خليم حسناً هم أطفالي أيضاً جون وأنا لا أفضل الطريقة التي أنت والسيد ذو الميريا لتتبعانها أتعلم؟ أنا أعلم ما الذي سيكون فيه أسوأ سأذهب إلى المتجر وأجلوب بعضاً منها أجل هذه فكرة جيدة جيف لما لا تذهب من هنا حتى أقضي بعد الوقت مع عائلتي خذ وقتك حسناً في الواقع عزيزي أنا سأذهب هذا سيمنحك فرصة لتتعرف أكثر على كيفين ماذا؟ متأكدة؟ حسناً كوني حذرة أثناء القيادة هناك الكثير من السائقين المتهولين حسناً عزيزي حسناً كيفين ماذا تفعل بالعادة؟ أحتاج للتدخين على أي قناة يعرض إي أس بي أن؟ لا أعلم لم يعد هناك قنوات إي أس بي أن هو تطبيق عليك تحميله حسناً أين هي جون؟ كان يجب أن تصل إلى المنزل أبي؟ أن يمكنني أن ألعب ألعب الفيديو؟ أجلا ليام تجاوزت الحد المسموحة أمام الشاشة اليوم لا يجب أن تستخدم الهاتفك يمكنك اللعب بما أنني أصبحت هنا الآن يمكنك أن تطلب مني ماذا حدث ليدك؟ متنمر في المدرسة فعل ذلك كايل كيف تسمح لي فتى أن يفعل هذا بك؟ كان عليك أن تبرحه ضرباً لكن أبي يقول أنه ليس علينا لجوء للعنف أحقاً؟ هل أنت من يعلم ابني هذا الهراء؟ كل رجل يجب أن يدافع عن نفسه أنا أعلم ذلك لكن أعتقد أن الكلمات يمكنها الكلمات ليست فطوة لكمات عندما ترى كايل للمرة القادمة سأريك ما يجب أن تفعله به هل نسيت مفاتيحها؟ مرحباً أيها الضبط ما الأمر؟ هل أنت زوج جون جرانت؟ نعم؟ هل كل شيء على ما يرام؟ لا أعلم؟ أنا أعلم؟ أنا أعلم؟ أعلم؟ شكرا هاي هذه لا تشبه راكيل لما لا تهتم بشؤونك أيها العجوز هاي ما الأمر لا سأبرح هذا الفتى ضربا ماذا نيت فتى جيد ضبطه وهو ينظر إلى صورة فتاة أخرى لا أعلم ماذا رأيت بالضبط ولكن يمكن أن أجيل هذا وليس وقتا مناسبا أيضا لأن ينظر لصورة فتاة أخرى في جنازة وليدة صديقته أنت تحدث جلبة هل أبدو كأني متهم بذلك أو حاول أن أحمي أبنائي الأمر الذي لا يمكنك أن تلقيام به أنت لا تعلم كيف تربيهم سأتقدم بطالب لحضانة كاملة وكأنه يعلم أننا نتحدث بهذا إنه المحامي هاي نيت أنا آسف على كل ما حصل لا هل حقا سيأخذون يا أبي أجل لا أريد ذهب معه كل شيء سيكون على ما يرم تعالي انظر إنه الفتى الضعيف لماذا لا نزوره عن قرب لنخرج يوم الجمعة سأرى ما الذي تريد ركال فعله هل أنت بخير؟ أنا فقط أفتقد أمي آسفة أعلم أن هذا صعب عليك جدا ولكنها لن ترغب في أن تتوقف عن الرقص صحيح؟ دعني أجرب لا تبدأ يا كايل أنا لا أفعل شيئا أنا أحظى ببعض التسلية لنرى إن كان سيلتقط الكرة توقف توقف هاي ابتعد عنه حسنا هاي التقط الكرة ده هو شأنه لا أنا سوف ألاقنه دانسا ده هو شأنه ده هو شأنه ابتعد إذن ما تقصده أن علي أن أداعه يأخذ فيجين برو متى أراد؟ نعم هذا بضبط ما يقصده لأني الأكبر وما أقوله ينفذ لا ما أقصده هو أنتما الاثنان أخوة تستطيعان لإيجاد طريقة لحل المشكلة ألا تذكرون نظام التفاعل العطفي الذي علمتكم إياه؟ نعم قبضتي لا مايكي ليست قبضتك هناك طرق أخرى تستطيع جاف ليان في مشكلة حسنا هيا ليام لقنه درسا لا تكن جبانا يا بني هيا أعطه ما يستحقه هيا ما الذي يحدث هنا؟ لا تتدخل جف هذه لحظة بين أبن وابنه هيا واحد على الجسم وأخر على الرأس هيا ليام 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 توقف توقف ليام توقف كافن دعه يذهب شكرا يا رجل المريلة أفسدت درسا أحاول أن أعلمه لليام في كيفية الدفاع عن نفسه وما الذي سيثبته الضرب لا شيء سيجعل ليام يبدو سيئا كذلك الفتى وما الذي علمته طريقتك الجبانة ها؟ كيف يتم التعدي عليه كل يوم؟ لو لم آتي في اللحظة المناسبة كان يمكن أن يسحقه على الرصيف مجددا عليها أن يدرك ما أعلمه إياه هل أنت بخير؟ نيت أخبرني بكل شيء وأنت أنت ستكون التالي على لائحتي ولكن ما هو خطبك؟ هو يخونكي راكيل مع تلك الفتاة ماذا؟ هي صديقة مفضلة ولا يقومني بخيانتي علاقتنا رائعة ليام هيا لنذهب هي على الأقل أنا أحاول حمايتهم وهو أمر أهم مما تقوله فقط هل فكرت أنهم ربما لا يحتاجونك؟ هم بحاجة حبك لهم إلى أين سيجرهم كل هذا العنف؟ إلى السجن؟ مثلك؟ هاي لا تعلم شيئا عما مررت به الجاف ولا تتصرفك أنك تعلم آسف وأنا أعلم أن هذه مرحلة مليئة بالضغط بالنسبة للجميع ولكن أنا أريد أن يكون الأولاد في حياتك لكن ليس بهذا الشكل هزنا لا يبدو لك رأي بهذا الموضوع بعد الآن لقد حصلت على الحضانة الكاملة وأحتاج للتدخين مرحبا بكم في المنزل لا يوجد شيء هنا؟ حسنا ظننت أنه يمكنك مساعدة في وضع الأغراض فهذا يحتاج إلى لمسة أنثوية لا شكرا ليم سوف يفعل ذلك أتريد أن تذهب للعب كرة القدم؟ وكنت أفكر في أخذك إلى نادي الملاكمة السابق عليك أن تتعلم كيف تقاتل بهذه الطريقة إذا حاول ذلك المتنمر أن يواجهك لكنني أحب الرقص والرسم بني لا أعلم ما علمك أيه جيف لكن يجب أن تنسى كل تلك الأشياء الفتيان لا يقومون بذلك أنا جائعة هل أعددت شيئا لنأكله؟ شيئا لنأكل حسنا حسنا لنرى ما نوع البيتزا الذي تريدانه؟ سمحت للفتا أن يضربك مجددا ليم أخبرتك أن تعارك هذه هي المشكلة فعلت ما قلته لي ثم بدأ يضربني ثلاثة آخرون حسنا أنا آسف يا بني لم أدرك ذلك أبدا هل أنت بخير راكيل؟ لا لست بخير يا كيفين نيت قطع علاقته بي قال إنه تعب من مضايقاتك لا أرجوك أنا آسف سأتحدث معه إن أردتي لا فعلت ما يكفي منذ أن دخلت حياتنا كل شيء بدأ يسير بشكل خاطئ أفتقد أمي وأبي وأنا أيضا ليام هيا دعنا نذهب للمنزل أرجوكم بحقكم لا تتصرف هكذا لا أستطيع احتمال هذا أرجوك جوردن قلت أنا آسفة ستكوني نآسفة عندما أرحل أرجوك لا ستتأسفين عندما ننتهي من هذا لم أكن سأتصرف هكذا لو أنك تعلمت الاحترام ساعدني هاي على ماذا تنظر ها اذهب إلى عملك هيا أرجوك لم أكن ليقوم بذلك لو لا استمعت لأوامري في منزلي يجب أن تستمعي لأوامري أنا فقط هل تسمعين؟ هاي أنت ابتعد عنها أنت تريد أن تدخل بالمتعب يمكنك أن تفعل ما تريده بي ولكن تركها ترجمة نانسي قنقر هل أنت بخير؟ نعم أصبحتم كذلك الآن شكرا لأنك دافعت عني ليس الكثير من يقوم بذلك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة كان سيقتلها ما الذي تتحدث عنه؟ السبب الذي ادخلني السجن ألم تخبرك جون؟ لا إذن سأخبرك الآن حسنا كانت جون في موقف السيارات تضع الأغراض في السيارة عندها ظهر رجل من حيث لا تدري وحاول أن يسرق حقيبتها ولكن عندما وصلت كان الأمر يزداد سوءا لذا ركضت ولكمته على رأسه كنت غاضبا جدا مما فعله لجون فبدأت أنهال عليه بالضرب وعندما وصلت الشرطة بدأت وكأنني أنا المعتدي بسبب مهاراتي في الملاكمة اعتبر أن يدي سلاح قاتل لذا حكمت بالسجن لعشر سنوات لأنني فقط حاولت حماية زوجتي الآن أنت تعلم سبب دخول السجن كنت أحاول حماية جون كيفين لم أكن أعلم ذلك لقد قلت مسبقا أن الأولاد لا يحتاجون حماية لهم بل يحتاجوا الحب لكن حماية لهم هي طريقتي للتعبير عن حب لهم ولكنني الآن فهمت بأنها ليست الطريقة الصحيحة الأولاد يحتاجون لك جف لا يحتاجون إلي آه لقد أدركت أن طريقتي ليست صحيحة أيضا عليك الاستمرار بطريقتك ربما أكثر ما يحتاجه الأولاد هو كلان معا هاو ظننت أن الرجال لا يجب أن يتعنقوا حسنا أفسدت اللحظة أحتاج للتدخين هاي أتذكرون المفاجأة التي حدثكم عنها؟ حسنا مرحبا يا أولاد كيف كانت المدرسة اليوم؟ أنت تطبخ؟ ظلنتك قلت أن رجال لا يطبخون حسنا لقد تغير ذلك الوقت آه نيت كان سيأتي لقد دعوته لكن لم أكن أعلم أنك ستكون هنا لم أعلم أنك ما عدتم سويا لا بأس يمكنني أن أعد المزيد من الطعام ركال هل أنت على ما يرام؟ كنت محقا نيت كان يخونني مع أليسا ماذا؟ حسنا دعونا جميعا نحافظ على هدوئنا ربما نستطيع مناقشة الأمر المناقشة لا قبضتي هي التي ستناقش لا توقف سأتولى الأمر أفسدت أفضل شيء في حياتك لا تجرأ على التكلم معي بعد الأن وألا شعلت والدي يضربانك هل دعيتني أبي للتوء؟ هناك شيء يحترق دعني أرى إنها تصبت فقط على وجهه يا إلهي هذا مضحك جدا يا قاري لا أعتقد أنني ضحكته بهذا القدر مع شخص ما عندما تجهزون شكرا حسنا لقد قضيت وقتا رائع الليلة لأكون صادقة لقد استغربت الأمر قليلا عندما قلت أنا ذاهبون للعشاء لكن لم يكن الأمر سيئا حقا كما أعتقدت؟ نعم إنه لطيف حسنا لنتحقق دعينا نرى حسنا على أربعة وثلاثين دولار مثل أربعين دولار ربما يكون هذا جيدا أو نعم أعلم إيرام حسنا إذان هذه العشرين مني لا أعلم ماذا؟ انظري هل تريدين أوضع عشرين خاصة بك؟ ماذا تقصد؟ يجب أنت لا أعلم هل كنت تدفعين كاش أو؟ هل تمزح معي غاري؟ ماذا؟ ما هذا الأسلوب؟ جزيل جزيل انتظري لا لن أعود الآن لقد دمرته لا تتصل بي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لا أصدق هذا كان ينبغي أن يكون خطا أحمر عندما قال أنه سأخذني لدار له مثل هل أبدو مثل الفتاة التي تذهب إلى العشاء؟ أنا شخصيا أحب ذلك المكان أعني الطعام جيد والسعر معقول بسعر معقول؟ هل أي شيء يبدو بهذا الرخص؟ أعني إلى جانب تلك الحقيبة المقلدة؟ وتلك القلادة الماسية المزيفة وساعة فوليكس؟ عن ماذا تتحدثين؟ هذه كل حقيقية حسنا لكن المهم أنه لا يعرف ذلك انظري أنا لا أفهم ما هو هذا الموضوع يبدو أنك أحببتي غاري حقا كلاكوما من عشاق القطط تحبون مشاهدة الأفلام ويبدو أنك تحبين حقا روح الدعابة لديه أعني من يهتم إذا كان جعلت تقسمين الفاتورة؟ من يهتم؟ من الواضح أنك لا تفهمين الأمر جوليا لقد سأمت من الذهاب في موعيد مع رجال فقراء أحتاج إلى شخص يمكنه دفع فواتر حتى لا أطر إلى العمل لكان هناك طريقة لمعرفة من لديه المال ومن لا هل أنت متأكدة أنك تبحثين عن صديق وليس رجال غني؟ لا، الرجال أغنياء الكبار بالسن مقرفين كما أنهم عادة المتزوجون أريدو شخصا شابا وسيما يمكنني الاستقرار معه الأهم من ذلك غني ماذا تفعلين على أي حال؟ أبحث عن وظيفة من خلال لينكدين؟ لماذا لا تستخدمين إنديد أو زيب ريكيتر؟ لأنه بهذه الطريقة يمكنني رؤية أسماء وألقاب كل شخص يعمل في الشركة التي ستقدم إليها بهذه الطريقة بدلا من التقديم مثل أي شخص آخر يمكنني بساطة إرسال هذه هي كيف لم أفكر في هذا من قبل؟ لننسى تندر من خلال لينكدين يمكنني معرفة بالضبط ما يفعلونها من أجل العيش بهذه الطريقة سأعرف مسبقا ما لديه المال ومنهم مجرد مضيع الوقت نعم، لهذا أحبك جوليا أنت عبقرية يجب أن أجلب الكميوتر خاصتي قبلاتي الوداع لذا أخبريني مرة أخرى لماذا سنذهب إلى اليوغا؟ أنت لا تمتلكين اليونة فقط كلمتان إيثن فاردربيلد أوه، إنه يعمل كنائب رئيس شركة اتصالات كبرى إنه يحب الكلاب والركض والقراءة كل شيء على لينكدين وهذه هي كل الأشياء التي تكرهينها أولا أنت أم للقطة، أنت تكرهين الكلاب لا أنا لا أحب الكلاب أنا فقط أحب القطة أكثر لقد تركت كلب أمك حرفيا على ظهر شاحن الصغير خاص بشخص ما ثم أخبرت والدتك أنه هرب لذا لم يكن عليك تعايش معه هذا كان قبل زمن طويل مهم، والركض؟ هل يمكننا تحدث عن الركض الثانية؟ لم أراك تركدينه يوما في حياتك حسنا، أنت تتعبينه من مجرد صعود الدرج يمكنني بالفعل الصعود على الدرج؟ حسنا، هذا اعتمد على العدل خطواته مهم، ومتى كانت آخر مرة قرأت كتابا؟ لا أعلم، مؤخرا، مؤخرا مهم، هل يمكنك تسمية كتاب؟ نعم، هل الكتاب المقدس يحسب؟ حسنا، حسنا، إذا ليس لدينا كثير من القواصم، لكن كونه غنيا سيعود عن كثير من الأشياء أتعرفين؟ يجب عليك اختيار شخص لما هو، ليس لما لديه حسنا، يمكنك تقسيم الفواتير كما تريدين؟ أنا لن أفعل هذا أه، إذا هو يذهب أيضا إلى اليوغا؟ لا، على الأقل لم أرى شيئا كهذا على موقع لنكدين، لكنني أعرف شخصا ما سوف دارين ثلاثة، اثنان، واحد، دع كل شيء يذهب أعمل رائع جميعا، شكرا لجميع على حضورهم أنا مندهشة أنك استمريت حتى النهاية، اعتقدت أنك ستفقدين الوعي أنت جيدة؟ إذا انذكريني، إذا لم يكن إيثان هنا في اليوم عذا نحن أه، كانت هذه الجلسة مذهلة، أشعر أنني أفضل بكثير الآن، خاصة بعد الليلة الرهيبة التي أنضيتها البارحة ماذا حدث البارحة؟ كيف لا تتذكرين؟ لقد اكتشفت أن برينت كان يخونني برينت؟ نعم، لقد كان الأمر صعبا بشكل عام، خاصة لأنني اعتقدت حقا أنه الشخص المناسب هيا عزيزتي، لم يسعني إلا أن أسمع، أنا آسفة جدا لأجل انفصالك شكرا، إنه فقط من الصعب هذه الأيام العثور على الشخص المناسب، إنه بمن يمكنك الوثوق؟ أوافقك على هذا مئة بالمئة أنا فقط أريد رجل نزيه، لا أبحث عن الكثير، أه، أتعارفين شخص يحب الكلاب، يحب الركض بين الحين والآخر؟ ليس لديه مانع في تضيع الوقت على قراءة الكتاب، بعد ظهر يوم الأحد، حسنا، ربما سأكون عزباء من الحياة أتعلمين؟ كلما وصفته للتو يذكرني بابني إيثن، لديه صعوبة في المواعدة والثقة بالناس أيضا، ربما بسبب مدى نجاحي أنتي تمزحين؟ إذا كنت ترغبين بذلك، فربما يمكنني تحديد موعد لكم؟ نعم عظيم نعم لا، لا وبعد ذلك قلت، من الأفضل أن لا نتغلب على الضربات يا سيد أندروز إنه مضحك جدا يا لك مراوي قصص جيد إيثن شكرا جيزيل، ربما لأنني أحب القراءة، أمي قالت أنك تحبين هذا أو ماذا تقرأين الآن؟ يا إلهي، لا أحد تعرفه، مؤلف الرومانسية في الغالب، أنا رومانسية ما يقص منها مستحيل، أحب الحصول على الروايات الرومانسية جيدة، هل قرأتي رواية نورا روبرتس الجديدة؟ هوية هوية؟ آه، لقد كانت جيدة جدا كيف تجد فترة الموز هذه بالنسبة؟ يمكنني أن أكل عشرة من هذه من من المؤلفين تحبين؟ أو يا إلهي، هناك الكثير، كيف يمكنك إختيار واحد؟ اسمهم واحد فقط، هيا، واحد واحد جوليا، إذا كان علي الإختيار فسأقول جوليا جوليا كوين هي واحدة من أفضل المؤلفين لدي على الإطلاق، هذا جنون أتعرفين؟ يجب أن أقول، لم يكن لدي الكثير من القواسم المشتركة مع أشخاص آخرين، لكن هذا أفضل ما قدمته أمي إلي صراحة، أنا ولد أمي على الأقل، كل صديقات السابقات أخبروني بذلك، انتظري، بدأ ذلك سيئا عندما أقول صديقات السابقات، لم يكن لدي الكثير حسنا، واحد ونصف تقنيا لأنني اعتقدت أنني كنت في علاقة مع فتاة، لكن اتضح أننا مجرد أصدقاء، لكن كان وضعنا محرج حقا أهلا وسهلا بكم انظري الآن، بكل جدية، إذا كانت الأمور كذلك، المضي قدما بيننا لدي قاعدة واحدة أنا آسف لقولي هذا مخاطرة، لكن إذا كنا سويا، لا تدفعي مقابل أي شيء هل هذا جيد معك؟ لن أقاتلك على هذا هل هذا؟ إذا؟ سمعت أنك تركض؟ وهذا بيتي واو ها هي وهذا ريكس قبلات يبدو أنك اشتستي اختبار ريكس ها هي هل أنت بستعد؟ نعم هيا هيا، هيا، هيا بسرعة هيا، هيا، هيا بسرعة هيا، اتبعيني هيا عزيزة يا آه، هيا هيا هل أنت بخير؟ هيا، نحن في ميطسف الطريق هيا، نحن في منتصف الطريق هيا لقد حجز� هل أننا تجعل افضل Definitely ها 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 هله موسيقى موسيقى مهلاً، هل كل شيء بخير؟ قلت أن حالة طارئة، أو بالمناسبة لديك فراء كلب في جميع أنحاء في اسطانك؟ هذا بالضبط ما أتحدث عنه الآن لا أعتقد أني استطعت حمله جوليا إنه يقودني إلى الجنون ليس لدينا أي شيء مشترك حرفياً حسناً لقد حاولت أن أحذرك لكنك قلت أن ماله سيساعد في التعويض عن هذا لا يوجد مبلغ من المال في العالم يمكن أن يعود ما مررت به خلال أشهر الماضية أولاً إنه قديم التراز لذا يتوقع مني القيام بكل عماله الطهي والتنظيف ثم والدته موجودة باستمرار إنه رجل بالغ ومع ذلك لا تزال تقوم بكل غسيله لإجله أي نوع من الرجال يفعل هذا وكلبه المزعج ينام معنا يومياً في فراشنا في فراشنا يترك فراءه في كل مكان لا يريد إيثن أبداً مش هذا التلفزيون أو الأفلام هو فقط يريد أن يقرأ لديه نكات فضيعة جداً والشخص الوحيد الذي يعتقد أنه مضحك هو والدته كلاهما لديه هذا صوت الضحك المزعج أنا حرفياً لا أستطيع تحمله بعد الآن لذا بعبارة أخرى أنت تقولين يجب عليك حقاً اختيار شخص لما هو عليه ليس لما لديه حسناً أنت محقة هل هذا ما تريدين سماه؟ أريد فقط شخص يمكنني مشاهدة الأفلام معه ويتمتع بروح الدعابة ومن يحب القطط إذا تمكنت من العثور على شخص كهذا فلو أمانع من تقسيم الفاتورة يبدو أنه لم يكن يجب عليك ترقاري وقتها إذن ماذا ستفعليني؟ هناك شيء واحد فقط لفعله وبعد ذلك من الأفضل أن لا تسعق لك مع سيد أندروز أنا أوافق أنا أصبح أفضل وأفضل أو عزيزتي تعالي هل تمانع قليلاً سيدي؟ نعم صحيح هاي هل كل شيء على ما يرام؟ أو هناك شيء أريد أن أخبرك به حسناً وأنا كان لدي شيء ما لأقوله لك لا لا أبداً حسناً حسناً لقد كنت أفكر قليلاً في الأشياء مؤخراً جيزيل وأنا أشعر أشياء غير جيدة انتظر هل تنفصل عني الآن؟ لم يكن قراراً سهلاً لكن لقد تحدثت إلى أمي وشعرنا أن كلانا الأمر لا يعمل والدتك؟ أي نوع من الرجال يفعل هذا؟ لا لا أنت لن تنفصل عني الآن لأنني أنا من سينفصل عنك الآن جزيل هل يمكنك؟ لا تحاول حتى التراجع عن هذا الآن أنت طفل يبلغ من العمر 26 عاماً ولا يمكن حتى اتخاذ قراراته بنفسه لأنه يجب أن يجعل والدتها تتخذها ليس لديك روح الدعابة وضحكتك مزعجة جداً أو لأكون صادقة معك تماماً أنا أكرح كلبك جزيل هذا ليس لا يحمل مقدار المال الذي تجنيه لست أفضل من الرجل الذي كنت أتحدث معه؟ كان طبيعي بالفعل يحب مشاهدة الأفلام ويحب القطط وهو كان مضحك بالفعل بخلافك أنت سعودوا إليه اسمه جاري 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 ما الذي تفعله هنا؟ أنتم الاثنان تعرفون بعضكم جاري رئيسي رئيس الشركة هل ترين؟ أفعل هذا فقط لأرى ردة فعل شريكتي على تقسيم الفاتورة ولكن إذا كان هناك مشكلة هذا النوع لا يعجبني أتمنى أن لا تكوني منزعجة ريكس لا أنا آسف جداً آسف آسف جداً هيا ريكس هيا أنذهب للاعبي ألعاب الفيديو؟ أوه إنما نزلي في حالتي فوضى حالياً أتمانو أن نذهب لها مهلا إنها كيلة لا تحلم بذلك إنها توعد رياضيين لا أمثالنا آه كان هذا قبل أن أشتري صيارتي البورج أولاً أمك اشترتها لك إذن ثانياً يجب أن لا تخرج مع أحد فقط لأنه كيلة هاي كيف الحال؟ أهلاً أنا نيلسون تقابلنا سوياً من قبل تقابلنا سوياً؟ ربما في أحلامك لا ليس الأمر كذلك أقصد دروس التاريخ كنا معاً أيضاً في الرياضيات في السنة الثانية على ما أعتقد أيضاً تشاركنا حصص الإنجليزية في السنة الأولى لكن نقلت إلى صفي المتميزين لكن أنا اعذرني أيها الأستاذ المتميز يا إلهي آسف أنا لم أقصد قول ذلك على كل حال كنت أتساءل أتودين أن نخرج معاً مثلاً آه لا أعتقد ذلك نحن ذهبان إلى حفل جايك لكن شكراً على عرضك ما رأيك أن أوصلكم في سيارتي الجديدة؟ آه هذه سيارتك؟ نعم استلمتها لتو يمكننا أنا وأرثر أن كيلا كيف حالكما؟ أهلاً كيف الحال؟ حقاً أذاهبتان للحفل أجل سنذهب بسيارتي ما هو اسمك ثانية؟ نلسن أوه أجل اشترى بورش جديدة أوه أتريدون الانضماء؟ أوه حقاً هذه سيارتك؟ لا أصدق لا تمانع في قدومهما معاً صحيح؟ آه للأسف يوجد مكان لثلاثة أشخاص فقط غير قانوني أن نجعلهم ستة لا أعتقد أنه يهتم بذلك أجل لا مشكلة أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد هيركبوا سيداتي وسادتي أسادتي صديقي لاست فكرة جيدة أرجوك لا تفسد متعتي أخيراً كايلة تظنوني عصرياً سيكون حفلاً جنونياً بالفعل أنا متشوقة هاي لنبدأ الآن؟ نعم دعني أشرب مهلاً أهيحتوي على الكحول؟ لا هذه مياه فيتامينات لا يمكنكم شربوا الكحول في السيارة إذا قبض علينا سنقع في مشكلة توقف عن نفسد متعتنا سنكون بخير هيا يا كيلة نيلسون ألم تقول شيئاً حيال هذا؟ آه نعم لا تفسد المتعة يا أرثر أرأيتم أنا نيلسون عصرياً مهلاً القرورة شبه فارغة أيوجد المزيد؟ لا لكن يوجد متجر هناك نيلسون توقف هناك لسنا بالغين لا نستطيع شراء الكحول لا مشكلة هوية مزيفة أيها المحتل ماذا تريدون أنتم؟ أو سأخذ 818 رجاءاً أريد تريمانا سأشرب ما تشربه حسناً ماذا عن؟ صحيح جميعنا نعلم جواب هذا ماذا عنك؟ لا أريد شكراً حسناً أنا سأعود بعد قليل مهلاً صديقي أرني الصورة لا يشبهك حتى ما يشبه نيلسون كثيراً يا إلهي هذا صحيح أجل حقاً ماذا نفعل؟ نيلسون اذهب أنت لا لا إن كشف أمره سيقع في ورده لا أصدقها نحن مجدداً لن يكشف أمره الشاب في الصورة يبدو توأم نيلسون لا أريد أن أصل إلى الحفل متيقظة نيلسون أتمانع شراء المشروبات أرجوك آه أرجوك لا لا أمنع أنت ضريف جداً شكراً أضف شرباً لي ولجون حسناً ولكن كيف لي أن أدفع ثمنها؟ استخدم بطاقتك وسنتفعو لك نحن سوف ننتظرك هنا آه حسناً لم يفت الأوان للانتحام لا ستعتقدك لأنني أفسد متعتها ولن يكون أصدقائي نيلسون من يريد أن يكون صديقاً حينما يحتاج شيئاً فقط فليس بصديقاً أبداً إنهم يستللونك لأجل نقودك وسيارتك كفا كفا تشعر بالغيرة لأنهم بدأوا يهجبون بي لا 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 هذا ليس ما في الأمر التالي أرجوك أنصت إلي سوف تقع في ورطة كبيرة إن كشف أمرك سأكون بخير مرحباً سيدي هل أرى بطاقتك رجاءً؟ أجل بالطبع أشعرتني بالطفولة أهذا أنت ؟ نعم أجل من سيكون إذن؟ أتظنني لن ألاحظ عن ماذا تتحدث؟ هيا يا رجل هذا واضح أرجوك 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 أنا أسف حقا لم أعلم اليوم عيد ميلادك عيدا سعيدا يا رجل عيدا سعيدا لي أجل قوي الملاحظة تفضلوا يا شباب أهلا شكرا لك حقا أنت الأفضل يا نيلسون لا داعي إن تكلفتهم 82 دولارا للأسف لقد نسيت محفظتي وأنا أيضا لماني على ديكا لو أعادنا الميل لاحقا صحيح؟ حسنا لا مشكلة أنت مذهب أنت صديق المفضل فتى رائع مرحبا نيلسون هاي نشربه في الواقع لا أريد هيا ألا تريد أن تشرب معي؟ لا لا نشرب الكحول وهل أنت مرساله؟ نعم هيا نيلسون جرب أجل بالطابع أجل هيا هذا ما أخذ أجل 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 دفعة دفعة واحدة دفعة واحدة دفعة واحدة واحدة أنت مختلف عن مطلنط أم نعم أول مرة في حياتي أشرب الكحول سعيدة أن تجربتك كانت معي مرحبا من يريد أن يحتافل لا بالتأكيد لا هاي تكلم عن نفسك سأأخذ واحدة هاي وأنا أيضا ما رأيك ستأخذ واحدة يا نيلسون؟ أعني لطالما رحبا نيلسون لست مضطرا للقبول يا إلهي أنت لست والدة أجل يستطيع تخذ قراراته صحيح ونيلسون؟ نعم أستطيع في الواقع أظن هذا حسنا أنا آسف لا لا أستطيع التحمل أكثر أنا أنا سوف أغادر أتريد مرافقتي؟ هي توقف عن كونك محبطا هيا لا تفسد المتعة أرجوك لا تذهب الأصدقاء لا يهجرون أصدقاءهم نعم الأصدقاء لا يهجرون لماذا أستطيع أن أطلب لك أوبر؟ لا أنا عمي في طريقه ليقلني من هنا وأنت استمتع بقضاء الوقت مع أصدقائك يا رجل أه وأخيراً ظننت أنه لن يغادر سنأخذ خمسة أربعة أنا لا أرغب أه حسناً كم سعرها؟ الواحدة بخمسة وعشرين دولاراً والمجموع مئة أه لا أحتفظ بالنقود الورقية معي تريد أن تتفعل عزيزي؟ عزيزي أجل بالطبع أعني لا لا مانع عزيزي أين هي؟ تفضل سيدي شكراً خذ يوجد خمسة احتفظ بها في حالي غيرت رأيك نيلسون عليك الانضمام سنكون معك طوال الوقت لا تقلق ماذا سيتطلب الأمر كي توافق؟ هذا ضغط كبير يا رفاق أنا أظنني سأرفض ليست فكرة جيدة هيا رجاء أنا أنا حقاً لا أريد يا رفاق يمكنكم القيام بذلك من دوني أنت ممل أعتقد سنقتسم الخامسة الشرطة أطفئ الموسيقى لا يمكن أن يراها معي ماذا أفعل بها؟ فليرن الجميع بطاقات الهوية ماذا لدينا هنا؟ إنها ليست ما تظنه يا سيدي حقاً؟ إذن تقول إن هذه ليست مواد مخدرة من الدرجة الأولى؟ أنت تعلم أن الكذب سيوقعك في مشاكل ما أقوله إنه سيدي إن هذه ليست لي حقاً؟ إذن لمن هي؟ كاذب لقد عرضها علينا وقلنا له لا نريد حاول إجبارنا ولكننا قلنا له شاهدت هذا الكلام دفع ثمنها مئة دولور أتحاول إلقاء اللوم عليهم؟ يا لك من مخادع لا لا الأمر ليس كذلك لماذا تكذبون هكذا؟ ظمنتكم أصدقائي هيا يا رجل تظن أن أمثالنا يرغبون في صداقة أمثالك؟ أردنا توصيله لا شيء آخر أيها الشرطي خذه بعيداً يبدو أن أصدقائك اجتمعوا على الوشاية بك أرجوك أرجوك لا 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 تعطيك يديك للخلف هؤلاء ليسوا أصدقائي أبداً كيلة كيلة أرجوك أخبريه بالحقيقة أخذه بعيداً هيا بنا أركا لاحقاً يا فاشل لا تقاوم يا فتى أرجوك أرجوك لا تفعل ذلك إنني شاب جيد أقسم لك لم أفعل أرجوك لا تأخذني للسجن أكرعElV أوهو أجا organic إلا اختي أرجوك، أرجوك أنصد إلي لست الفاعل، لم أكن أنا بالتأكيد ، لم ت есть لقد سمعت كل القصص الممكنة اركب الصيئ mm لا أريد الذهاب للسجن بones لازت الفاعل، لما كن أنا يا إلهي أنت؟ ما الذي تفعله هنا؟ حسناً نسيت أذبارك أن عمي الذي أتى ليقلني في الحقيقة شرطي انظر أنا طلبت منه أن يدخل ويقبض عليك لكي ترى بنفسك أنه لا أحد من أصدقائك سوف يدافع عنك يعني أنني لن أذهب إلى السجن؟ لا أحبك يا رجل وأنا أيضاً أحبك إذن قل لي بصراحة أما زلت تحاول حماية أصدقائك؟ أم يعاود عمي الدخول إلى هناك؟ أصدقائي أخبرني صديق حقيقي أنه من يريد أن يكون صديقاً حين يحتاج شيئاً فقط ليس بصديق أصلاً هذا ما تمنيت أن تقوله أنا حقاً أسف حسناً لا تقلق أبداً شكراً واجبي إذن أن نذهب للعب ألعاب الفيديو؟ أجل بالطبع لكن هل يمكنك القيادة؟ بالتأكيد شكراً ماذا عن عطلة الأسبوع؟ لا تضعي أي خطط لأن روب قد أعد مفاجأة خاصة لك أو لنا جميعاً أجل أنت محظوظة بصديقك روب ذكي ووسيم وغني هاي بيج هل لا تحدثنا؟ اذهب يا آدم لا تريد التحدث معك أوكي آسف لحظة قل لي ما الأمر؟ أردت إعطائك هذه رسمة صغيرة رسمتها أوركيدا لكن كيف عرفت أنها زهرتي المفضلة؟ مسألة بسيطة تلازمك دائماً كهذا الخاتم في إصبعك واو لا أدري ما أقول إن هذا صخف هي لا تحتاج رسمة بلها أجل هي ابتعد الآن قبل وصول صديقها يا حلوة سأهديك شيئاً؟ حقاً؟ أجل الورد المفضل لديك أو سأرحل الآن سوف أرمي هذه إذن لا هذه شكراً ما الخط؟ مجرد رسمة لي لا تخجلي منه إن قمت برميها فالكل هنا يعلم أنه شخص فاشل أجل سمعت أن أسرته تعيش في مقتورة إيو هاتيها سأرميها أنا لا سوف أحتفظ بها أو سوف أرميها لاحقاً وهو ليس هنا أوه فهمتك حتى لا يكلمك ثانية حسناً سأذهب قابليني بعد المدرسة فلدي مفاجأة أخرى اتفقنا باي أنت محظوظة أحضر لك الورد أتمنى لو كان لدي صديق مثله صحيح إنه لطيف ترى ما هي المفاجأة؟ لا أدري بايج 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 أوه عذراً أسمعتي ما قلت؟ أوه سأتأخر عن الفاصل أراكما بعد المدرسة ماذا؟ فرقة موسيقى في مطعم سال ترى هل درعب أخ أو قريب؟ أو صديق يشبهه؟ أم أنا لا أدري سأسأله بايج أخ هو ثانية كم هو مزعج أتحبين الروكندرول؟ نعم أحبه لما؟ عرفت هذا فعلامة البيتلز على حقيبتك حسناً مجغولة الليلة؟ سأعزف في سال وأتمنى أن تأتي وصديقاتك أيضاً لدينا موعد نأسف نعم ولو لم يكن أتظن أننا سنذهب لمكان مثل سال؟ أوه آسف أنا لم أفكر في هذا الأمر ما الذي لديك؟ رب أعدها إلي أوه ستعزف في سال الليلة مثير للشفقة سأخمن تحاول إقناعهن بالذهاب كي لا تبدو كالخاسر أليس كذلك؟ رب دعوا شأنه أهيا بنا لمعلوماتك لدينا خطط الليلة لأنني أحضرت أربعة ذاكرة لحفل هبهوب ماذا؟ أنا متحمساً سمعت أن دريكسا يأتي نعم فأنا أعرف كم تحب فتاة الهبهوب وليس عازف روك أحمق مثلك رب لا أصدق ما فعلت لا يهم هيا بنا أوه وكنصيحة مني إن أردت إعجاب فتاة كابيج ستحتاج أكثر من زلاجة رخيصة أي سيارة باهظة مثل البورش إلى اللقاء يا فاشل هيا حبيبتي مهلاً لكن هذا ليس مكان الحفل فكرت في إلقاء نظرة على آدم وهو يعزف لكي نعرف كم هو سيء وأيضاً لنشخر منه ماذا؟ ولماذا نفعل هذا؟ أعجبتني الفكرة نعم أجل هيا بنا رأيتي؟ هيا بنا ما هذه الأغنية التافيهة؟ أتمزح؟ أحب هذه الأغنية أحسنت يا آدم منذ متى وأنت تهتمين بالروك؟ أنا لا يهم هل تغني أغنية غيرها؟ أوكي أرجو أن تحبيها لأنني كتبتها لك يا بيج توقف توقف هذه أغنية سمعتها في حياتي سيئة جداً ولا تحتمل أجل سيئة جداً صحيح أنتم عم تتحدثون أرى أنها أغنية جميلة أجل بالطبع اسمع يا آدم لقد جئنا هنا فقط لنسخر منك أحرشت نفسك بجدارة هيا بيج قلت هيا بيج أتعرف؟ لا أريد الذهاب أفضل البقاء ماذا؟ هل أنت جدة؟ ستسمعين هذا الفاشل وموسيقاه الرضيئة؟ وأنا الذي معي تذاكر لأفضل حفل لهذا العام؟ لو كنت تعرفني يا روب لعرفت أني لا أحب الهيب هوب ها؟ ما الذي تقولينه؟ تحب البيتلز بالضبط لو كنت تعرفني لعرفت أن أغنية آدم كانت هي جود وهي الأغنية التي أفضلها ولا أهتم بالهيب هوب حسناً أوكي ماذا أفعل بهذه إذن؟ أتعرفين كم كلفتني؟ المال ليس كل شيء يا روب أنت لا تفهم هيا كيف هيك سخفاً بيج؟ أجل يا بيج هيا بنا لنذهب إلى الحفل بالتأكيد فهو أفضل من البقاء هنا أجل لا أريد شكراً وكيف ستعودين؟ على الزلاجة؟ إن كنت سأتفد ركوب البورش أجل حسناً أما أنا فسأذهب للحفل أستبقيان هنا؟ أم ستأتيان؟ هل تمزح معنا؟ نحن لن نفوت تريك أجل سنذهب معك استمتعي معه في المسبلة هذا ما سيحدث وإياك أن تعودي إلي باكية هاربة من الموسيقي الفقير بعد أن أصبح أنا المليونير أنا آسف أشعر أنها غلطتي سأقدر إن أردت الرحيل لا هذا خطأي أنا كان يجب أن أنهي الأمور معه من قبل لدي خدمة واحدة أطلبها منك طبعاً أي شيء؟ هل تغني الأغنية التي ألفتها لي؟ لقد أعجبتني طبعاً أود هذا وصلت بيج تشجيع آدم وهو يغني أغنيتها بمرور الوقت استمرت في دعمه في أي مكان يغني فيه استمر آدم في التدرب والتحسن للأفضل وفي النهاية بدأ المزيد من الناس في الحضور ثم المزيد والمزيد في إحدى الليالي انتهى به الأمر بالتوقيع مع شركة تسجيل كبرى بمرور الوقت أصبح آدم أحد أشهر الفنانين في العالم أصبح ترتيب أغانيه الأعلى في ترتيب الأغاني وصورته على أغلفة المجلات في كل مكان وذات يوم بيج قابلت روب ثانية لحظة بيج أوه أهلاً روب تبدين رائعة أنا لم أرك منذ الثانوية أجل وقت طويل أما زلت تحب شراء الورود؟ أوه أجل هذه اللي أهلاً بيج هاي ستيسي واو لم أتوقع أن تصبح معاً لكن هذا منطقي سمعت أخبار آدم نجاحه مبهر من كان يتخيل هذا صحيح هيا سعيت بلقائكما سأخمن بعد أن أصبح مشهوراً تخلص منك في الواقع هاي حلواتي آسف تأخرت لي أنني كنت أعد شيئاً لعيد زواجنا أوه هاي شباب يا إلهي آدم لا أصدق كم صرت مشهوراً أيمكننا أخذ صورة؟ كفا هذا محر ماذا لما؟ أتمانع؟ لا أبداً إنها أركيدة أجهل أتذكرين حين كنا في الثانوية؟ أتمزح؟ كيف أنسى؟ أنا أحملها معي كل يوم واو ظننت الموسيقيين يكسبون ها أنت تعطيها رسمة أخرى في عيد زواجكما حبيبتي أحضرت لك وردك المفضل لم أحضر رسمة فقط اشتريت لك هذا يا إلهي هذه أركيدة ألماس أجل واو إنها رائعة جداً شكراً جزيلاً لا الشكر لك آمنت بي دوناً عن الكل أنا أحبك كثيراً أحبك أيضاً هيا بنا أجل نصيحة مني إن أردت إعجاب فتاة جميلة اهتم بالتفاصيل الصغيرة فهي أهم من كل شيء هيا يا حلوتي ليس لديك بورش أوه صحيح بالضبط لدي رولز رويس با 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر